اذا مر وعد بالفور فلن تمر صفقة العصر منذ اليوم الاول من ادراك السيد الرئيس محمود عباس ان حماقة القرن التي صاغها حفنة من الطائشين السياسيين داخل البيت الابيض انها لن تلبي تطلعات شعبنا بالحرية والاستقلال فحسب بل سهامها موجهة لتصفية ما تبقى من فتاة للقضية الفلسطينية اطلق عليها رصاصة الرحمة باعلان سيادته مرارا وتكرارا رفضه القاطع لها وقال لا والف لا لاكبر دولة في العالم اعلنها صفعة مدوية وكسر كلمة رئيس اكبر دولة اقتصاديا وسياسيا في عالمنا الحديث فكان البداية لترسيخ الوطنية ومفاهيم العزة والكرامة في زمن التخاذل ومسك الختام والمفارقة العجيبة هنا ان سيادته تحدى اعتى قوة دولية في وقت لا يمتلك فيه ترسانة عسكرية ولا قوة اقتصادية وانما تسلح فقط بارادة فولاذية ومن خلفه شعب حسم امره وبايعه على العهد والقسم ولسان حالهم يقول ولو خط غمار البحر لخضناه معك رفض سيادة الرئيس الاملاءات الامريكية موقف كان له وقعه حيث نزل كصائقة على رؤوسي الطغمة المتكالبة الذين ظنوا انهم بلغة التهديد والوعيد سيفتون من عضد وعزيمة قائد مخضر منه رسم بسياسته الحكيمة خارطة طريق للدولة لكنه لم يستكن وكان جوابه اشد ضراوة وبأسا ورد كيد المتآمرين الى نحرهم حالة الصمود الاسطوري التي خطها سيادة الرئيس في مجابهته لصفقة احتيال القرن رغم عدم انسجام الظروف السياسية التي ولدت من رحم فرض البيت الابيض سلسلة من الاجراءات التعسفية التي قد تصل الى حد المس بشخص سيادته جسديا في سيناريو يعيد للاذهان ما تعرض له رفيق ضربه الشهيد الخالد ياسر عرفات ابان رفضه التوقيع على اتفاق كامب ديفيد ودفع حياته ثمنا سياسيا لذلك اذا فعلى ضوئي كل ما مرت به صفقة القرن حتى انتهت بصيغتها الفارغة من محتواها في وقت ضلت محط رفض فلسطيني على المستويين الرسمي والشعبي رغم تجنيد امكانيات كبيرة لترويجها في قوالب مقبولة معطيات واقعية اثبتت للقاسي والداني على استقلالية القرار الوطني ووعي شعبنا وقيادته الحكيمة بما يجري من مؤامرة مغلفة باهداف اقتصادية وحفنة من المليارات لتصفية حقوقه السياسية فهنا لا مكان للتذاكي الامريكي على شعبنا فاهل مكة ادرى بشعابها وسط تأكيد انه لا صوت يعلو فوق صوت حل الدولتين لشعبين ولا بديل عن منظمة التحرير ممثل شرعي لشعبنا مهما استكبرت قوى الظلام وتعجرفت في ممارساتها خالد مطاوع تلفزيون فلسطين